شنو هو التعدين أو الماينينج أو التنقيب يسمونا شلون أنا بهذي الجهاز أطلع فلوس منه وأشوف هذي الأجهزة شنو صرفته هذي الأشياء التعدين عشان إحنا ما ندش في التكنيكا الوايد هو ناس ما قلنا من قبل هو بوك كيبنج هو عبارة أنا بس أسجل المعاملات وثبتها في هذي السجل لأن إحنا قلنا اللي سجل المعاملات هو اليوزر أو الماينر اللي عنده هذي الجهاز فكل بلوكشين أو كل عملة ناس ما قلنا نحن كوين في لها بروتوكول وأسلوب خاص في إنشاء وحدات وتثبيت المعاملات في هذي السجل هذي اللي هو يسمونا التعدين البيتكوين التعدين قائم نفس تقريبا طريقة الذهب بس افتراضية رغمية الذهب يعتمد على شنو؟ على التنقيب التعدين فأنا أحتاج شنو طاقة وأحتاج وقت البيتكوين نفس الشيء عشان أطلع بيتكوين وثبتها يسجل تحتاج طاقة ووقت موين هذي الطاقة تيبن من الكهرباء من هذي الجهاز الوقت اللي تحتاجه هو في حل اللغز التشفيري عشان نحن ما نعقد الموضوع أنا حين لما أحصل المعاملات شلون أعرف أن هذه المعاملات صحيحة وثبتها في هذي السجل عشرات الآلاف من هذي المعدنين أو الماينرز أو البوك كيبرز اللي هو يصير نسميهم أكاونتنس مثلا موجودين في كل محل في هذي العالم فهذي يأخذون المعاملات يقومون بعملية حل لغز أول واحد يحل هذه اللغز عن طريق هذه الجهاز هو ينشر الحل حل كل المعدنين دار مدار العالم يقدرون يتثبتون أو يتحققون من هذه الحل في ثواني إذا قالوا الحل أوكي خلاص يتثبت اتثبت المعاملات في هذه الورقة أو في هذه السجل فهذه الماينر أو هذه البوك كيبر هو اللي حصل على الوحدة الجديدة حق البتكوين وهو اللي راح يثبت المعاملات إذن هذه يسمونها proof of work يعني أنا أثمت لأن أنا عملت أن أنا اجتهاد في عندي طاقة ووقت عشان أنا أشغل هاي الجهاز وحل هذه اللغز أما في حين بلوكشينز جداد في عندهم proof of something else يعني proof of stake إثبات الحصة نفسه لا سم تغريبا يعني هو يصورون الماينر عبارة بس كم من سهم عندهم من هذه العملة فعشان تثبت المعاملات يقوم البروتوكول هو يختار بشكل عشوائي راندملي ماينر معين أو هذا البوك كيبر المعين ويعطي مثلا الجائزة وتثبت المعاملات في السجل كل فترة تطلع طرق جديدة للتعدين حاليا عندنا إثبات العمل بالأجهزة أو إثبات الحصة نفس اللي موجود في الإثيريوم أو سولانا أو كوردونا فما تحتاج جهاز ولا شي بس تحتاج أنك تخزن العملات عندك ومع الوقت تطلع طرق جديدة للتعدين أو الماينين عشان أثبت المعاملات في هذه السجلات وما حد يقدر يغيرها ترجمة نانسي قنقر